بسم الله الرحمن الرحيم من مدرسة أطفال الرمثة النموذجية المعلمة خول السلمان نواصل شرح مادة العلوم للصفة الخامس اليوم عندنا الوحدة الخامسة والأخيرة لهذا الفصل وهي بعنوان الضوء والصوت الضوء والصوت في هذه الوحدة سنتحدث عن قائمة الدروس التالية اللي هي الدرس الأول الضوء وخصائصه والدرس الثاني الصوت وخصائصه اليوم عندنا عنوان درسنا لليوم الضوء وخصائصه صفحة تسعين يخامس رح نبلش بدرسنا لليوم اللي هو الضوء وخصائصه الآن من خصائص الضوء التي سنتحدث عنها اليوم هو انتقاله خلال الأوساط المادية ينتقل الصوت في الهواء الفراغ الزجاج الماء وأي وسط شفاف آخر الآن لكن تختلف سرعة انتقاله في الأوساط هذه من وسط إلى آخر يعني سرعة انتقاله في الهواء والفراغ أكبر من سرعة انتقاله في الزجاج والماء إذن ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر ولكن عند انتقال الضوء من أي وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر فإنه يحدث له تغير في سلوكه وهذا التغير يؤدي إلى حدوث اختلاف في سرعته في وسط معين عند انتقاله إلى وسط آخر إذن ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر عند انتقاله فإنه يغير اتجاهه أي تحدث له عملية انكسار وسنتحدث عنها ينتقل الضوء بسرعة أكبر في الفراغ والهواء أكبر من سرعة انتقاله في وسط شفاف آخر مثل الزجاج والماء الزجاج والماء والهواء أوساط تنقل الضوء ولكن الفراغ هو المنطقة التي توجد خارج نطاق الغلاف الجوي للأرض يسمى الفراغ والفراغ هنا يعني عدم وجود أي مادة إذن الفراغ يعني عدم وجود أي مادة بينما الهواء هو مجموعة من الغازات التي تحط بالأرض يسمى الغلاف الجوي الزجاج مادة والماء مادة إذن ينتقل الضوء في هذه الأوساط ولكن تختلف سرعته في خلال انتقاله من وسط إلى وسط آخر لذلك عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط آخر فإن سرعته تتغير إذن هنا يحدث تغير في سرعة انتقال الضوء عند انتقاله من وسط شفاف مثل الماء مثلا إلى انتقاله إلى الهواء وإذا سقط الشعاع الضوء على الوسط الجديد بزاوية تحدث تغير مساره إذن إذا حدث التغير بزاوية هذا الانحراف حدث بزاوية يتغير مسار الضوء وهذا التغير في مسار الضوء يسمى انكسار الضوء إذن انكسار الضوء إذا انكسار الضوء هو تغير في مسار الضوء عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر هذه الجملة هي تحريف لانكسار الضوء بعيد كمان مرة انكسار الضوء هو تغير في مسار الضوء ليش يصير التغير عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر يحدث تغير في سرعته وهذا التغير في السرعة يؤدي إلى تغير في مسار الضوء وبزاوية وهذه الزاوية هي التي تسمى انكسار الضوء لاحظوا انه في عندي هون هذا وسط مائي في عندي هون سمكة وفي عندي هون عين ترى هذه السمكة لاحظوا ان شعاء الضوء الذي يسقط من الشمس او من مصدر الضوء على السمكة فان السمكة تعكس هذا الضوء الان ينعكس الضوء بهذا الشكل وعندما يصل إلى نقطة التماس بين الماء والهواء طبعا هون وسط شفاف اللي هو الماء وهون وسط شفاف اللي هو الهواء الان عندما يريد الضوء ان يخرج من او ينتقل من الماء الى الهواء عند هذه النقطة تحدث له عملية انحراف اي تغير في المسار وهذا يؤدي الى ان ترى العين السمكة في غير موقعها الحقيقي هذا الموقع الاول يسمى الموقع الحقيقي الموقع الحقيقي للسمكة بينما هذا الموقع للسمكة يسمى الموقع الظاهري الموقع الظاهري يعني العين ترى السمكة في هذا الموقع في حين انها فعليا في هذا الموقع وهذا يحدث بسبب تغير في نسار الضوء اي انحرافه وانكساره بزاوية تمام؟ في عندي مثال اخر هنا في عندي هذا حوض السمكة وهذه السمكة نفس الفكرة تقريبا الان هذه الطفلة ترى السمكة في موقع اقرب اليها من موقعها الحقيقي في حين ان موقع الحقيقي للسمكة قد يكون في هذا الموقع في حين ان الطفلة ترى السمكة في هذا الموقع لماذا؟ لان الشعاع الضوء المنعكس عن السمكة خرج من الماء وهو وسط شفاف الى الهواء وهو وسط شفاف اخر فحدث له عند انتقاله من الزجاج في هذا الموقع حدث له انكسار وهذا الانكسار أو الانحراف أدى إلى أن يكون الضوء قد غير في مساره يمكن أن يكون بهذا الاتجاه وعند خروجه من الماء والزجاج أصبح في هذا الاتجاه لذلك تحدث عملية انحراف وهذا الانحراف يؤدي إلى أن ترى الطفلة السمكة في هذا الموقع غير الموقع الحقيقي هذا الموقع الحقيقي للسمكة في حين أن الطفلة رأت السمكة في هذا الموقع وهو الموقع الظاهري لها إذن دائما الأجسام في الأوساط الشفافة عند انتقالها يكون لها موقعين موقع حقيقي تكون فيه فعليا وموقع ظاهري نرى الأجسام فيه نلاحظ في هذا المثال البسيط في عندي هون لاحظ لاحظ وجود الملعقة في كأس الماء لاحظ الموقعين هذا الموقع هذا الموقع الظاهري وهذا من الأعلى الموقع الحقيقي لاحظ ذلك بسبب عملية الانكسار لاحظ عملية الانكسار لاحظ هنا هذا موقع وهذا موقع لاحظ في عندي موقعين إذن هنا الموقع الحقيقي وهنا الموقع الظاهري الموقع الأقرب للعين من الأعلى هو الموقع الظاهري بينما الموقع الفعلي للملعقة هو الذي يكون في الأسفل إذن الماء وسط شفاف والهواء وسط شفاف حدثت العملية الانكسار أو رأينا الملعقة في موقع غير موقع أهل الحقيقي بسبب حدوث انكسار للضوء عندما سقط في الماء وهذا مثال على انكسار لاحظوا الموقعين واضحات تمام إذن هذا هو انكسار أبرو الآن نحن نرى الأشياء من خلال الأشعة المنعكسة التي تصدر إلى الأعين الآن الأجسام المعتمة تسقط عليها الأشعة وهذه الأشعة تنعكس إلى العين فترى العين الأشياء إذن نحن نرى الأشياء بامتداد الشعاء الذي يدخل إلى العين فالشعاء الضوئي المنعكس عن السمكة انحرف عند عبوره من الماء إلى الهواء لاحظوا تحدث عملية الانحراف والانكسار عند انتقال الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر هنا خرج الشعاء عن السمكة من الماء إلى الهواء أي غير اتجاهه ثم وصل إلى العين لذلك رأت العين السمكة في غير موقعها الحقيقي وهو ما سميناه الموقع الظاهري إذن لكل جسم في هذه الحالة موقعين موقع حقيقي بتكون في الجسم الحقيقي وموقع ظاهري ترى فيه العين هذا الجسم بسبب حدوث الانكسار الآن حتى يحدث عندنا انكسار في عندي شاشياء بامتداد الشعاء الذي يدخل إلى العين فالشعاء الضوئي المنعكس عن السمكة انحرف عند عبوره من الماء إلى الهواء لاحظوا تحدث عملية الانحراف والانكسار عند انتقال الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر هنا خرج الشعاء عن السمكة من الماء إلى الهواء أي غير اتجاهه ثم وصل إلى العين لذلك رأت العين السمكة في غير موقعها الحقيقي وهو ما سميناه الموقع الظاهري إذن لكل جسم في هذه الحالة موقعين موقع حقيقي بتكون في الجسم الحقيقي وموقع ظاهري ترى فيه العين هذا الجسم بسبب حدوث الانكسار الآن حتى يحدث عندنا انكسار في عندي شرطين الشرط الأول انتقال الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر إذن لازم نكون في عندي وسطين شفافين وحدثت عملية انتقال الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر هذا هو الشرط الأول انتقال الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر وأن يكون الشرط الثاني يغير الضوء مساره بزاوية إذن يجب أن تكون التعملية الإضحراف والتغير بزاوية عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر كما حدث في هذه الصورة أو في هذا المثال لاحظوا هذا في عندي هون هواء وهو وسط شفاف وهذا لوح زجاجي أيضا وسط شفاف إذن في عندي وسطين شفافين الآن يسقط الضوء من الهواء على الموقع أو على اللوح الزجاجي بزاوية ثم لاحظوا غير اتجاهه المفروض ضل ماشي بهذا الاتجاه هيك بشكل مستقيم ولكن لأنه اختلف الوسطين الشفافين مختلفين حتت عملية انكسار أو انحراف غير الضوء اتجاهه بهذا الشكل لاحظوا إذن هنا حتت عملية الانكسار ثم بعد ذلك واصل شعاع الضوء انتقاله خلال الزجاج وهو يصير بهذا الاتجاه انتقل الآن من الزجاج إلى الهواء فتابع أيضا أو حتت له عملية انكسار وانحراف أخرى أدت إلى خروجه بهذا الشكل لاحظوا عملية السقوط للشعاع هنا تساوي عملية الانكسار وبالتالي زاوية سقوط الشعاع الضوءي تساوي زاوية الانكسار وهذا ما يؤدي إلى رؤيتنا للأجسام في موقع ظاهري غير الموقع الحقيقي لأدو خامس رح أكتفي بهذا القدر بهذه الحصة وإن شاء الله لأنه الدرس طويل شوي فرح أكمل الحصة الجاية بتطبيقات على انكسار الضوء ورحمتك عن العدسات وبهيك بكون أنحية حصة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر